في هذه اللحظات سننتقل انضمت إلينا ضيفة جديدة النشرة صندر الصالح حضو لجنة مركزية في العربية والتغيير أهلا وسهلا سبحانه يعني ما قبل قدومك إلى هنا سمعنا مداخلة هاتفية التي فيها سيدة هنيدة غانم تحدثت أنها لا تعول كفاية على الرد الفلسطيني بمختلف أشكاله لم تحدد نطاق معين لكن تقول بأن رد الفعل لا يتلاءم مع خطورة الموقف تعليقك على هذا الموضوع لا شك أنه إعلان ترامب بنقل السفارة هو تصعيد قوي جدا ضد الفلسطينيين وضد أي محاولة لحياء السلام في المنطقة ردود الفعل يجب أن تكون متناسبة مع الفعل هذا القوي لا شك أننا ما زلنا نتطلع لردود فعل أقوى على المستوى الدولي وأيضا على المستوى المحلي يجب أن يكون هناك حراك شعبي أكثر وليس فقط في مستوى الإعلان أو التضامن بمجرد نشر الإعلانات من الدول المختلفة أو استنكار القرار يجب أن يكون هناك حراك شعبي مقاطعة أكثر لربما بالمستوى الاقتصادي الأمريكي هذا القرار يؤكد ويجدد رعاية أمريكا للاحتلال وهذا يشرع الاحتلال وعليها تحمل مسؤولية احتلال يعني وجود مقاومة هذا يعني أن على أمريكا وعلى إسرائيل تحمل مسؤولية كل ما ينتج من هذا القرار في أرض الواقع دكتور منصور يعني إذا نكمل ما تفضل به رامي بكل موضوع يمكن يعني الدفاع عن الحق الفلسطيني على مستوى المؤسسات الحقوقية والجمعيات أديش فعلا بتشوف أنه الممارسات والتضييقات في حق هذه المؤسسات رح تذهب إلى تصعيد في ظل هذا القرار ويمكن بالتالي رح يكون أصعب وأصعب إحقاق الحق الفلسطيني لأبنائه الملاحقات ليس فقط للمؤسسات الحقية المؤسسات الحقية وكل الشعب الفلسطيني الساكن في مدينة القدس وطبعا هذه مناسبة ما دوننا نتحدث أيضا تحدثنا عن الأبعاد الدولية وعربية وإسلامية لماذا لا يتم دعم مدينة القدس بسكانها بكل أدوات الصمود المادية والمعنوية وغيره وهذا يعني مستغرب أنه أننا في الداخل الفلسطيني مع أهل القدس تداخل كبير في أن مشاريع شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وعمليا لمدينة القدس وفي دعم اقتصادي وغيره وغيره فالشيء المستهجن أنه المدينة القدس لا تحظى بدعم عربي وإسلامي كافي على خلفية أن سكان القدس قبل أشهر معدودة فقط هزموا إسرائيل بكل سياستها وبكل قوتها العسكرية والأمنية وإرهابها الدبلوماسي وغير الدبلوماسي إسرائيل هزمت على يد في الأساس أهل القدس فأهل القدس قادرون على الفعل قادرون على الصمود وقادرون على تغيير المعادلة وهذا كان بخصوص الأحداث في المسجد الأقصى المبارك والبوابات وكذا لكن ما الذي تغير؟ وفعلا قدموا أنا لا أقول أنه تغير دعني أحمل سؤالي دكتور يعني ما الذي تغير في ظل هذه الظاهرة الجديدة أو هذا القرار الجديد هل لأن لا نرى رد فعل على أرض الواقع المواطن البسيط لم يدرك حتى هذه اللحظة خطورة هذا القرار على أرض الواقع ومستقبلا على سيادة دولة فلسطين وعلى مواطني دولة فلسطين هل يعني قضية هذا الاستفزاز لمشاعرنا لم نرى على أرض الواقع بشكل صحيح هو الذي ربما أجل قضية رد الفعل؟ وهو دائما هذا التساؤل يطرح رد فعلنا مناسب للحدث أو غير مناسب للحدث وفي لحظة معينة يعني نستشعر قوة الرد الفلسطيني ومفاجأته للعالم كل وللاحتلال بشكل أساسي أنا مش من يعني هيك الذين يبدؤون نائحين دائما في هذا الموضوع في سلوك جمعي في الشعب الفلسطيني بأجزاءه سواء في القدس أو في الداخل أو في أي مكان آخر ينعكس في لحظة معينة أنا في اعتقادي أنه إذا كان هناك إرادة فلسطينية عند الفصائل الفلسطينية ووجدت الأرضية المناسبة سيخرج هذا الشعب إلى يعني خلينا نقول عمل يليق بهذا الحدث الموجود أخرى مرة أنا مش مع يعني الذهاب دائما في هذا الاتجاه إحنا رد الفعل غير مناسب كذا رد الفعل هو بمستوى القرارات اللي إحنا نتخذها الآن لو أنه هناك قرارات أعمق في هذا الجانب وكما كانت هناك إرادة فلسطينية جامعة على مستوى الفصائل على مستوى المرجعيات الدينية والسياسية والاجتماعية أن تواجه إسرائيل على بوابات المسجد الأقصى المبارك فعلا كانت معركة معركة طويلة واستمرت لأيام وسقط شهداء يعني ما الذي يتغير؟ يعني الشعب الفلسطيني الآن غير مستعد أن يقدم تضحيات وأن يقاوم؟ لا هو مستعد ولكن كيف ندير هذه المعركة الجديدة؟ هذا هو سؤال أنا في اعتقادي أنه في عملية مراجعة نحن كان لنا بالأمس زيارة لمدينة القدس والتقاء مع القيادات الفلسطينية في مدينة القدس فبالتالي الأمور الهاديناميكية معينة ولكن مرة أخرى مدينة القدس بحاجة إلى دعم حتى بعد المعركة وبعد انتصارها يعني أشبه برفعة معنوياتنا كلنا المعركة التي كانت في شهر سبعة ماذا حظيت مدينة القدس بأهلها طبعا؟ القدس ليس الحجارة وليست المسجد فقط إنما القدس أهلها في البداية أي دعم حصل عليه من كافة الجهات المفروض أن تقدم دعم وإسناد للقدس ولمدينة القدس مرة أخرى أنا في اعتقادي أكثر جهة يعني لا تتحدث بهذا إسرائيل تدرك أن الشعب الفلسطيني شعب حي شعب مقاوم قادر لما يريد أن يقدم تضحيات لا يسأل ولا يعد لا شهداء ولا جرحة ولا تضحيات فالشعب الفلسطيني شعب حي أنا مع أن نبث هذه الروح ويعتبر هذا ثمان بسيط يمكن مقابل طبعا هذا الشعب ما زال من عشرات السنوات مقاوم أعتى قوة احتلال في القرن العشرين صحيح وبكل خصائصها وبكل إمكانياتها وبكل أسليبها الخبيثة وغير الخبيثة نعم وهذا ما يؤكد تواجه حتى هذه اللحظة على هذه وهذا ما يؤكد أيضا الثوابت عند الشعب الفلسطيني أصغر فلسطيني مؤمن بأن القدس عاصمة فلسطين رد الفعل يؤكد أن هذا لم يؤثر بالواقع اليومي لدى الشعب الفلسطيني وعلينا أن ندعم هذا الصمود وهذا الإيمان أكثر وأكثر يعني صندس لما نتحدث عن النضال الشعبي بطبيعة الحال يمكن هو مؤشر للنتائج التي تحدث في الساحة السياسية أو بالمقابل التي لا تحدث وعندما تشعر الشعوب بخيبة أمل يمكن من ردود فعل القيادات أسمع منك تعليق على ردود فعل الشارع العربي رأينا يعني الشعوب أو فئات معينة تخرج للمظاهرات والوقفات الاحتجاجية نصرة للقدس كيف تقرأ هذا المشهد وهل تتوقع أن يكون في تصعيد في التطورات أكثر بما أنه لحتى هذه اللحظة يعني لا يوجد أي تراجع أو تطور على المستوى السياسي والديبلوماسي ردود الفعل الشعبي أقوى من ردود الفعل العالمي حتى على المستوى الدولي داخليا وأيضا في دول المجاورة حتى الدول العربية دول الأردن على سبيل المثال ردود الفعل الشعب الأردني أقوى من رد فعل الحكومة التي اقتصر على الإعلان أو الاستنكار لكن ردود الشعب وحدها لا تكفي ولكنها أساسية الشعوب تنتظر من القيادات تحرك وتوجيه وتنظيم أكثر وأكثر تضافر الجهود كما رأيناه سابقا في قضايا مثل البوابات الإلكترونية مخطط برافر في البلاد مقاومة الاستيطان هو مثال حي عندما تتضافر الجهود تحرز نتائج أفضل لقمع ومواجهة التصعيد العنصري والقوانين ومحاولات إسرائيل ومحاولات تخطيطات إسرائيلية برعاية أمريكية نستطيع أن نواجه هذه التخطيطات أكثر بحراك شعبي مدعوم بالقيادات السياسية يجب أن يرى الشعب قيادات سياسية على أرض الواقع تواجه هذه الكرارات تتواجد في الميدان وتعمل من أجل صد هذه المخططات أمام السفارة ببرامج مختلفة بالإعلان ودور الإعلان أيضا هنا مهم في تصعيد ظهار وإبراز هذا الجانب للمجتمع الدولي عامة وليس المرور مر الكرام عن هذه القضية عفوا المثير للإهتمام في كل قضية قرار ترامب بأن الشعب أيضا يطالب القيادات وهنا أريد أن نتحدث عن شأن الداخلي هنا في البلاد يطالب القيادات بابتكار طرق إبداعية جديدة لم ننهجها سابقا تماشي العصر الحديث تتماشى معه تحاكيه من كل أطيافه وهي تقاوم هذا القرار بطريقة أيضا تستطيع التأثير على المحافل الدولية بالشكل المطلوب هل برأيك القيادات هنا وهنا أريد أن أحدث عن كل القرارات التي تم اتخاذها بالفعل من قبل اللجان المختلفة في الداخل الفلسطيني والأحزاب السياسية والقائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا لكن المواطن البسيط ونحن خلال الأسبوع الماضي بتغطيات خاصة دائما سمعنا إلى أراء الكثيرين يطالبون بشكل واضح وصريح ابتكار طرق إبداعية للمقاومة حديثا لتعليقك على هذا الموضوع لا شك أن علينا أن نبحث عن آليات عمل جديدة للمقاومة للعمل لتغيير الواقع السياسي لكن إمكانياتنا محدودة السياسية إمكانياتنا محدودة وعلينا أن نعي هذه النقطة تماما أيضا القائمة المشتركة محدودة في إمكانيات صنع أو التأثير على القرارات المختلفة ولجنة المتابعة والمواطن البسيط ولكن كما قلت سابقا تضافر جهود جميعا يصب في نتائج أكثر ويؤدي إلى تأثيرات أكبر بكثير علينا جميعا أن نبحث عن آليات عمل جديدة وتجنيد الرأي العام الدولي أكثر وأكثر لكن كل لجنة أو مجموعة أو حزب واحد لوحده لا يستطيع أن يؤثر كثيرا في هذه القرارات دكتور منصور أيضا تعليق حضرتك على الوسائل النضالية يعني بلجنة المتابعة يعني خرجتم مع ممكن مجموعة من القرارات والمواقف يوم أمس كان ضيفنا المحامي وسام عريض من منطقة الجديد المكر واقترح أيضا يعني مثل ما حضرتك ذكرت شد الرحال وتواجد المصلين وغير المصلين يوم الجمعة في القدس يعني التفكير في هذا الاتجاه يعني إلى ماذا سيؤدي برأيك ودعنا أيضا نعلق ونسمع من حضرتك عن قرارات لجنة المتابعة طبعا لجنة المتابعة بنا أحضروا لها وكافة القوى السياسية العربية أصدرت مواقف واضحة وصريحة طبعا لا لبس فيها بالنسبة لموضوع الاعتراف بالقدس عاصمة ومخططات نقل السفارة ووضعت عمليا برنامج متصاعد للحراك الشعبي وهذا هو المنطق السليم يعني إحنا أنت ما تذهب من الخطوة الأولى إلى تفريغ الغضب الشعبي في مظاهرة واحدة كبيرة وانتهى الأمر ثم ماذا إنما المنطق في قرارات لجنة المتابعة هي عملية تصاعد الفعاليات وانتشارها أفقيا وأيضا يعني حجد أكبر قدر من الناس في المظاهرة الكبيرة إن شاء الله لستكون في مدينة سخنين وأن أذكر قبل عامين يعني أكبر مظاهرة في تاريخ الداخل الفلسطيني خرجت أيضا على خلفية أحداث في مدينة القدس القدس طبعا طبعا فهذا المنطق في عمل لجنة المتابعة وإحنا مستمرين في هذا الإطار يعني نتمنى أن يثمر هذا الحراك ومستقبلا بشكل المطلوب وأنا رد على كل هذه الانتقادات التي برأيي هي ليست بتوقيت صحيح في كل ما يخص الحراك النضالي الشعبي تحديدا سنترس أريد أن ننهي معك هذه الفقرة بسؤال حول يعني تأزيم الوضع الحالي لدى الحكومة الإسرائيلية هنا يعني في أدوقة الكنيسة كل ما يطال بين يمين نتنياهو وحكومته وحزبه من ملفات الفساد وما إلى ذلك هل برأيك يعني تعتبر أيضا دافع من قبله ربما للضرب يد من حديد ضد الفلسطينيين في كل فرصة توتي له هذا أصبح القاعدة للأسف في حكومة نتنياهو وأيضا تصريحات لبيرمان ودعوتها للمقاطعة كل ما يجري بالساحة السياسية الإسرائيلية هو تصعيد وإزاحة باتجاه اليمين أكثر فأكثر وأعتقد أن نتنياهو استطاع أن يبني نموذج معين كلما زادت تصعيد وحدت التصعيد أكثر ضد الفلسطينيين وضد العرب خاصة فهو يكسب الرأي العام اليهودي أكثر فأكثر فهو يستغل هذه النقطة بالشكل للأسف ناجح جدا وينجح باستقطاب الرأي اليهودي والدعم اليهودي أكثر فأكثر فهو لا يقتصر بأي مجهود بضرب الفلسطينيين على المستوى الإعلامي وأيضا على مستوى مخططات أو زيادة تصريحات بزيادة الاستيطان مؤخرا إزالة الألغام في الجولان لزيادة الاستيطان أكثر فأكثر تصريحات لبرمن اليسار حتى أكثر أصبح يمين نشهد تصريحات ومن بقية في اليسار يتم حكامته ويتم التضييق عليه أكثر من العرب نفسه لم يعد يسار بمعنى الكلمة يسار ما عادة أعتقد لقاء من المشترك التي بالأمس يعني تعرضت لهجوم جدا طالها التحريط مجددا طيب ما نشكر تواجدكم معنا أكيد لدينا وقفات أخرى في الأيام القريبة القادمة سنبقي هذا الملف مفتوحا في المستقبل سندر صالح حضو لجنة مركزية في العربية للتغيير ودكتور منصور نائب رئيس الحركة الإسلامية كنتم معنا في هذا الصباح شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم